السؤال الأول سائل كريم يقول أخي طبيب عمره تسع وعشرون سنة متزوج وله طفلتان لكنه غير سعيد في زواجه فقر أن يأخذ حقا مضادة لهرمون الذكورة لكي يضعف شهوته الجنسية بداع اتقاء الفتنة لأن علاقته بزوجته ليست على ما يرام وعنده مشاكل مادية تمنعه من الزواج بأخرى هل الأخ مثل هذه الحقن التي قد تؤثر عليه تأثيرات مستديمة حلال أم حرام ووجه تسويغه لها أنها أخف الضررين وهو ليس مفتيا بطبيعة الحال لكنه قارئ في الدين وقد يكون هواه تدخل في هذا القرار الجواب عن هذا يا رعاك الله هذه مسألة طبية لا بد أن يرجع فيها إلى أهل الذكر من الأطباء المتخصصين الفتوى أيها السائر الكريم معرفة الواجب في الواقع فلا بد فيها من العلم بالشرع والدراية بالواقع يرجع في الدراية بالواقع في المسائل المتخصصة إلى أهل التخصص كل في مجاله وكل بحسبه فالمسألة طبية يرجع فيها إلى الأطباء المسألة قانونية يرجع فيها إلى القانونيين المسألة تقنية يرجع فيها إلى التقنيين وهكذا فهذه مسألة لابد أن يرجع فيها إلى الأطباء المتخصصين لكن سؤال المبدئي هل تعينت هذه الهرمونات للحد من شهوته وكسر جماحها مع ما قد يتضمنه ذلك أو يفضي إليه من احتمال تخنثه والتأثير على رجولته ولا ينبغي لأحد أن يسعى في تغيير خلق الله عز وجل ولا أن يعبث بالهرمونات التي تؤثر تأثيرا بينا على معيار الخلق لقد خلقنا الإنسان في أحسن تقويم فأي اقتراب من معيار الخلق الذي خلق الله الإنسان عليه شاء أن يكون تغييرا لخلق الله أو تمهيدا لذلك أو سعيا فيه والشيطان قد آل على نفسه فقال ولآمرنهم فلا يغيرن خلق الله سأحيل هذا السؤال إلى أهل الذكر من الأطباء لكنني على يقين أن في الطب بدائل لمثل هذا العبث الهرموني الذي لا أستريح إليه والذي لا ينبغي أن يصار إليه إلا عند الضرورات وانعدام البدائل أو ندرتها وفي الحديث من استطاع منكم الباء فليتزوج ومن لم استطعف عليه بالصوم فإنه له وجاء ولا شك أن هناك أيضا بالإضافة إلى الصوم توجد أدوية طبية أخرى تخفه من غلواء شهوته إن كان يعاني حقا من هذه الزيادة أو الشبق أو نحوه أسأل الله جل وعلا أن يحصن فرجه وأن يقزف الهدى في قلبه وأن يرده إليه ردا جميلا اللهم آمين